لعاتنا بعد الرضا قطرة من فيض عطاياه تملأ الأرض درية ونظرة من رحمته تجعل الكافر وليا وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه السراج المنير المبعوث رحمة للعالمين عزر الرسول الله إن قصرت في وصف فإن جمالكم لن يصف جاءت قديما ذرة من نوركم قد جمل الرحمن منها يوسف والله لو جد العباقر كلهم في وصف أفضال لكم لن تعرفها ولو قلم الزمان ظل من البدايات للنهاية يكتب ما كفا تكفيه لقيا وبحضرة الرب الجليل تشرفا يكفيه أن البدر يخسف نوره لكن نور سيدنا ومولانا لن ولم يخسفا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته صلاة تنشرح بها الصدور وتغفر بها الذنوب وتستر بها العيوب وتقضى بها الحوائج وتنال بها الرغائب أما بعد مشاهدي الكرام فمرحبا بكم في لقاء يتجدد على قناتكم المباركة في برنامجكم الهادف هذا ديننا والله أسأل أن يجعل هذه الدقائق في ميزان حسناتنا جميعا يوم أن نلقاه وأن ينفعنا بما علمنا إنه جواد كريم وإنه ولي ذلك والقادر عليه ثم أما بعد إخوة الإسلام نحن في وقت أو في زمان أو في ظروف تستدعي من كل واحد مننا أن يكون له علاقة مع المولى سبحانه وتعالى نحن نعيش في زمان وفي ظروف ويعني تحتاج مننا جميعا أن نكون قريبين من المولى سبحانه وتعالى ليه؟ لأن رحمة الله قريب من المحسنين الناس في ألأ الناس في رعب الناس في غم وهم إلى آخره نظرا للظروف ظروف المرض هذا الوباء المنتشر وباء كورونا لكن حقيقة كما قلنا قبل ذلك أن المسلم أو الإنسان المتفائل بربي سبحانه وتعالى دائما وأبدا يجد الفرج يجد التفاؤل يجد الإنشراح يجد السعادة يجد الرضا كل هذا يجده مع ربي سبحانه وتعالى حتى في إحلك الظروف حتى في إحلك الظروف ليه؟ لأن السماوات تتصل بالأرض أو الأرض تتصل بالسماوات كيف هذا؟ تتصل الأرض بالسماوات حينما يكون هناك صلة بين العبد وربي حينما يكون هناك صلة بين العبد وربي سبحانه وتعالى هنا تتصل الأرض بالسماء وهنا يأتي مدد السماء لأهل الأرض لكن حينما تنقطع هذه الصلة تنقطع السبل تنقطع أسباب النجاة حتى وإن تعلقنا يعني بظننا أن النجاة في علاج كذا أو في عقاقير كذا تنقطع السبل ليه؟ لأنه ليس هناك اتصال برب الأسباب ومسبب الأسباب سبحانه وتعالى وإحنا نهاردة إن شاء الله بمشيئة الله عنيد الحضراتكم كده كم سبب تستطيع أن تصل نفسك بربك يكون فيه بينك صلة أيها العبد الضعيف المسكين بينك وبين الخالق سبحانه وتعالى عنقف مع سلاسة أو أربع أسباب على حسب الوقت ما أتيح لنا عنقف مع أسباب هي يعني في مجملها وفي حقيقاتها بسيطة جدا لا تكلفنا شيء يعني نعطيك سلاسة أسباب أو أربع أسباب من خلالهم تصل لربك سبحانه وتعالى يكون حبل الصلة الممدود بينك وبين الله سبحانه وتعالى قويا جدا يعني الأسباب دي تتلخص أحبابي في يعني شيء بسيط جدا للأسف كتير من المسلمين فرط فيه تب نأخذ هذا الاتصال تفضل عبد من عمد تفضل السلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله وبركاته أنا سؤال بس مش هتقول عليك عم الشيخ بس سؤال بس نعليشي تفضل أخي السؤال دي محيرني تفضل وأنا رأي البصلة وعرف ربنا وتقي تفضل بعد إذنك أنا عاوز أتأكد بس هل الوقت يعني ليه أخت تمام كده ألو أي بس معك تفضل ليه أخت طبعا وغدا وغدا حاجها بما يرضا لها تمام تمام هل المودة بتاعت الموسم دي يدولك كل ما أكلمها مثلا المال مغام المشكلة لهاí تقولك حوش الموسم الإنت جيبهولي بتقولك آه حوش الموسم الينت جيبهولي هل الموسم ده يجوز في شرعي شرعي هي مش عاوز أميلك موسم لا تقومنا يعني تعمل معми مشكلة تقولك حوش الموسم الانت جيبهولي تمام 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 ماشى هل الموسم ده يجوز شرعا في الاسلام؟ تمام ماشى سؤال تاني معلش حان ما زالت طول عليك فبير ليها ارض معي ليها ارض معي بتاع عارة ونصر تمام؟ ارض رعية فانا بزرعه ما بخدش منها جنيه واحد تمام؟ ما بخدش منها جنيه واحد قول ما اجي اكلمها مثلا حتى مثلا حتى مثلا الحاجة دي عشان مثلا حاجة للارض نبات للارض حاجة مثلا مغزل الارض كتا تعمل نفسها تعبانة وتنكر عليها تمام بتتمنع تدفع اللي عليها صح؟ انا انا مش يعني لو انا ظلمها اقول انا ظلمها طيب انا كده انا ظلمها اقول انا ظلمها طب انت بتدحقم الارض ولا ايه بديها يعني بما يرضي الله وبضيادة كمان وهي بتمنع تنفخ معاك عالارض اللي تخصها طب طب بديها بما يرضي الله طب ايه مشكلة يعني ايه 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 الاشكالية بينكم المشكلة بصي عم الشيخ بكل صراحة كده انا 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 ايه اللي حصل كانت مجانة نبات غلى اللمح للمح تقاوي غلى فالهم انت فاهم مظروف الكورونا وانا اللي بحثه بالأرض وانا اللي بزراحها وانا اللي بعمل كل حاجة فيها فحال التعب دي مسلا هروح يعني يروح كده ببلاش يعني انت فاهم مجهودي في الأرض مجهودي في الأرض طيب طيب خلاص يا أخ وصل يعني السؤال وصل إن شاء الله طيب أجيبكم إن شاء الله طيب الأخ هب من عم بالمرة كده بيسألنا يعني علاقته مع أخته بص يا أخي يعني اجعل دائما علاقتك وخلي بلك دي برضو من الأزباب التي تصل الأرض بالسماء صلة الرحم ودي طبعا مش موضوعنا اليوم لكن دي من أقوى الأزباب التي تصل بها إلى الخالق سبحانه وتعالى حينما تكون واصلا لرحمك والرحم طبعا يشمل الأخت الأخ العام أي قاربك جميعا يدخلون في أرحمك فدايما كن أنت الأفضل لأن أنت الرجل أنت العاقل أنت الحكيم لا تعاملها بمعاملتها كن أنت جوادا وهذا عند ربك سبحانه وتعالى أفضل وخير لك وخيرو ما الذي يبدأ بالسلام أنت رضيتم أن هي يعني تخصم الشيء من الزراعة اللي بينكم في آخر الموسم أو في آخر الزراعة تراضيتم أن أنت تخصم مقابل أن هي ما دفعتش اللي عليها خلاص ده هذا حقك إن كنت أنت موضوع بسيط وما فيه شيء مستهل فكون أنت أفضل وكون أنت جواد الأحسن والأفضل عند الله سبحانه وتعالى طيب الموسم أنتش مكبر على موسم أو ما يسمونه الهدايا أو المناسبات أنت لست مجبر إنما أنت مخير وإن أنت فعلت لك السواب إن أنت فعلت لك السواب ما فعلتش ليس عليك حرج ولكن ما ننساش حديث النبي صلى الله عليه وسلم ودايما لما جماعة نود موسم زي ما احنا بنقول أو نود هدية أو نتودد إلى بعض في المناسبات عايزين دائما ما نحسبهاش نظرة دينية فقط نظرة دنيوية عفوا فقط إنما نحسبها نظرة دينية قبل الدنيوية يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا إيه تهادوا تحبوا تهادوا تحبوا ويتكون سبب طبعا ليه يعني إن هي تشيل شحناء أو كراهية أو بغضاء يعني فاصبر واحتسب كده وما تعملش يختك بمعاملتها الأخ بمنعهم جزاكم الله خير طيب نرجع بالحلقتنا اليوم قلنا من الأسباب التي تصل بها إلى الخالق سبحانه وتعالى ونحن في زمن الكورونا نحن في زمن الفزع والهلع والرعب أخذ عندك سببا قويا جدا وهو المحافظة على صلاة النوافل المحافظة على صلاة النوافل وصلاة النوافل يا جماعة لما نقول نوافل هذه متعددة جدا لا تنحصر فقط في الصلوات اللي هي قبل الصلاة أو بعد الصلاة لأن احنا عندنا سنن بيسموها السنن الرواتب أو السنن المؤكدة اللي هي قبل الصلاة وبعد الصلاة اللي سيدنا والسلام قالنا فيه في الحديث الصحيح من حافظ على سنتي 10 ركعة 12 ركعة بنى الله تعالى له بيتا في الجنة اللي هم جماعة 2 قبل صلاة الصبح بيسموا ركعتين الفجر 2 قبل صلاة الصبح 4 قبل الظهر 2 بعد الظهر 2 بعد المغرب باتنين بعد العشاء لو اتناشا ركعة دولت فيهم حديث جميل من حافظ على الاحدى عشر ركعة هذه بنى الله له سبحانه وتعالى بيتا في الجنة كما قال صلى الله عليه وسلم فالسنن والرواتب والطاعات دي كتير اوه جماعة فانا ناخد بس ثلاث حاجات كده ونقف معهم كده وقفة بسيطة لعلنا يعني ننجو ان شاء الله سبحانه وتعالى بهذه الاسباب ونصل الله سبحانه وتعالى من خلال هذه الامور وهذه الطاعات خذ عندك صلاة الضحى صلاة الضحى يا السلام على صلاة الضحى يا الله على الجمال اللي في صلاة الضحى لو حافظنا على صلاة الضحى جماعة الله العظيم عن استشعر البركة عن استشعر القرب من الله سبحانه وتعالى عن استشعر دايما ان احنا في اجواء الملك سبحانه وتعالى يا جماعة يكفي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في حق صلاة الضحى انها صلاة الاوهبين شوف كلام النبي وصف النبي صلى الله عليه وسلم انها صلاة الاوهبين الاوهبين يعني الناس اللي هم بيحبوا ربنا جامد الناس اللي هم قريبين من ربنا سبحانه وتعالى أواب يعني كثير الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى دائما وأبدا مع مولاه معنا اتصالوا اختيمان تفضلي وعليكم بالسلامة والبركاته لو سمحتني شيء بعد إذنك ممكن استفصل عن سرات الاستخارة بعد إذنك نعم ممكن استفصل عن سرات الاستخارة بعد إذنك والله لو صبرت شوي احنا جاي معانا في الحلقة ان شاء الله معلش بس أنا عايزة عرف هي المفروض تلت سيار منتلين ورى بعض أو تبع أنه أفضل وأوقتها امتى؟ بالنسبة لصلاة الاستخارة أيوة بصي ان شاء الله يا جامعنا في الحلقة لكن على السريع مرضو أجيبك كده صلاة الاستخارة يا جماعة يعني ملهاش عدد معين زي ما بعضنا فهمها لازم نصليها مرة واثنين وثلاثة يكفي أن نصليها مرة واحدة وطبعا احنا نعرج عليها ان شاء الله بعد قليل فنقول يا جماعة بالنسبة لصلاة الضحى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم سماها وعيش بقى يعني عيش الوصف بالله عليك كده معايا صلاة الاوابين يعني كثير أو كثير كثير الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى ده سبب قوة هو يصل لك يصل الأرض بالسماء سبب من أسباب النجاة إنك تحافظ على هذه النفلة وهذه الطاعة اللي هي صلاة الضحى طيب صلاة الضحى طبعا يعني لو خدنا في حديث جميل من حديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حنقف مع الحديث اللي النبي صلى الله عليه وسلم بيقول في ايه يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة شوف كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم نعم طيب فاصل ويرجع إن شاء الله مساء الله مرسل أقرب بها إلى المولى سبحانه وتعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة يعني كلمة تندولات يعني سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بقولك في الحديث صراحة كده على كل سلامة يعني على كل مفصل وعلى كل عظمة في جسمك كل يوم عليك صدقة لهذه المفاصل وهذه العظام والعظام ديت في حديث أو في رواية تانية حصاريتها بتلتمية وستين مفصل ما أنا تصال تفضلوه؟ تصال تفضل أيوة تفضل علىك والسلام الصوت بعيد شوية تفضل أه تفضل اسمعك تفضل المعايل البت دايما تشكل من رجلها وأول ما حد تكلمته وبتبكي وتتعصب وبعني هتدمع وتتنفض بنتك بتشتكي وبتعيط وبتدمع تماما أه وتوجد جسمك كله يتنفض طيب بتصحى منهم مفزوعة ولا حاجة؟ لا أه أول ما حد تكلمها حد تتعرك معا في البتك وتتبكي كده وتسيب وتسخط وتقول لهذه الأمور والطريق التاني طبعا طبيب نفساني أو عصبية برضو يشوفها إن شاء الله اللي أخي نصطفى تفضل اللي أخي نصطفى تفضل السلام عليكم عليكم السلامة وبركاته يا مرحبا أخي أحمد تفضل الله يبرك في حضرتك أخي الحبيب جزاكم الله خير حاضر ماشي إن شاء الله بإذن الله معانا حاضر جزاك الله عننا خيرا وأنا أطعك الله عز وجل أمين حبيبا حبيب الأخ أحمد رجل محترم ربنا يبرك في حضرتك جزاكم الله خيرا سيدي طيب قلنا جماعة صلاة الدوحة قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها يصب على كل سلامة من أحدكم صدقة يعني على كل مفصل وكل عظمة عليك صدقة في رواية تانية عدتها قالت لك 360 مفصل وعظمة في اسم الإنسان يعني حضرتك عليك 360 صدقة كل يوم يعني كده أنت حضرتك محتاج تكون قاعد على البنك الأوروبي أو البنك يكون تحتك بنك كده عشان تطلع كل يوم 360 صدقة موضوع كبير طبعا يجي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يدك المفاتيح يدك بقى الحاجات المؤسرة اللي أنا وإنت كلنا نستطيع أن نحن نتصدق ونطلع كل يوم 360 صدقة عن مفاصل جسمنا قال النبي صلى الله عليه وسلم فكل تسبيح صدقة وكل تحميد صدقة وكل تهليل صدقة وكل تكبير صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهينا عن المنكر صدقة ويجزي عن كل ذلك لو أنت حضرتك نسيت مثلا تسبح وتحيحمد ربك وتقول لا إليه إلا الله وتأمر بالمعروف صدقة على المنكر لو أنت نسيت النبي يقول لك في آخر حديثة ويجزي عن كل ذلك ركعتين الضحاء شوف شوف الأخ راقب تفضل السلام عليكم ماذي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ربنا يبارك فيك أنت وزيك وفريق أعدادك وجميع مساهدينك وقنصة حوجبائك الله يبارك في حضرتك حبيب الغالي من إذن اللوكتور يا سيح يا مراحب يا مراحب الله يبارك فيك عنده سؤال أشيح تفضل يا أخي الحبيب زوجة بتكره العيال والأولاد في أبوهم لضرجة أني أبوهم ما بيتأخرش على أي حاجة عليهم نمرة اتنين بعد ما طبعا الواحد كبر ممكن المرأة تعايره بفلسه وتعايره بجسمه وتعايره بكله برغم كده لو دعيت عليها اللي بدي عليها بدي استجاب فورا وبذعل وبقول يا رب سامح وبذعل والدعوة بنصيبها فورا فبالله عليك يا سيح تشوف هالوضع بالظام طب بالله عليك أنت أخي رجب جزاكم الله خيرا ما تدعيش على زوجتك ولا على أولادك لأن النبي صلى الله عليه وسلم حذر وقال لا تدعوا على أهليكم ولا على أموالكم لعلكم توافقوا ساعة إجابة فيستجيبوا الله لكم فمعليش بلاش تخلي العصبية أو الغضب أو ساعة الشيطان ديت تخليك تدعي زوجتك اعكس الدعوة ادعو لها بصلاح الحال ادعو ربنا يهدها لك ويهدلك الأولاد إن شاء الله هذا أولى وهذا أجدري أخ رجب ومعليش اصبر واحتسب الإنسان في هذه الدنيا في حالة بلاء ولا نبلوانكم كما قال ربنا سبحانه وتعالى فطبعا قد تكون الزوجة بلاء قد يكون الأولاد بلاء وقد يكونوا نعمة فكل هذه أمور معلش المسلم الواعي الإيجابي يتعامل معها إن شاء الله بكل تسليم وبكل رضا ويستبشر دايما ودايما إذا ما قلنا يخرج ببلاش اللي يرضى عليك أنك تدعو عليهم بل ادعو لهم إن شاء الله الأخت ماريا متفضلي هالو السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته إزيكي فيه خام الله أهلا وسهلا مرحبا بقول لحضرتك أنا عندي مشكلة كيف تفضلي أنا حمادي و دعاية أسمعك تفضلي الأخت ماريا طيب قتل الاتصال يجي جماعة السيدنا والسلام يقول لنا في هيئة الحديث يجزي عن كل الصدقات ده هي ركعتين الضحى يبقى حضرتك لو أمت كده الساعة تمانية الساعة تسعة معك لغاية أرب الظهر كل ده وقت ضحى أمت صليت لله تعالى ركعتين الضحى يبقى أنت كده حضرتك طلعت الصدقة للنبي قالك طلحها كل يوم على جسمك 360 صدقة ويجزي عن كل ذلك ركعتين الضحى في حديث جامل أول سيدنا أبو صلى الله عليه وسلم بيقول فيه عن سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه قال أوصاني خليلي بثلاث سيدنا أبو هريرة بيقول أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصاه بثلاثة أمور أوصاني خليلي بثلاث بصيام ثلاثة أيام من كل شهر وبركعتين الضحى يبهزي من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم الوصايا الغالية اللي قات في شخص سيدنا أبو هريرة لكن هي للأمة كلها تعليم للأمة كلها ان احنا نحافظ جماعة على ركعتين الضحى وانوتر قبل ان انا بالاخر يحمد تفضل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازاك فضلت الشيخ يا مرحبا انا وسهلا دلوقتي السؤال لي معلش يعني انا عندي مرض ما يقوس مني شفاك الله وعفاك حبيبي انا راضي انا راضي والله والحمد لله تمام راضي جدا يا شيخ في ناس عدرتك يفضل التريع علي اقسم بالله هذا حصل لا حول يا خدق الله يفضل التريع علي علي معدي وانت هتموت انت مش عارف ايه وبطلش ما مردش علي اعمل ايه معنات يا شيخ امرض في يوم انا كنت كنت صراحة بالامنة كنت عاوز اعطل واحد فيه لا حول يا خدق الله بالله والله يا شيخ زي ما بقول لك اصبر واحتسب طب انا راضي طب انت مالك مش راضي ايه انت التريع علي طيب لا سؤال يا شيخ الله بارك لك يا شيخ ربنا اشفيك وعافيك يا حبيب ده انت بالعكس ده انت في نعمة من ربنا سبحانه وتعالى هذا الانسان يعني مش عاوز اقول يعني الغبي معذرة هذا الانسان لا يعرف ولا يقدر النعمة اللي انت فيها انت في حقيقة الامر انت في نعمة الامراض يا جماعة والاوجاع والله دي والبلاءات انا عاوز اقول لك دي نعم من نعم ربنا تخيل عليني ان هي بتكفر السيئات زي ما النبي قال ان هي بتتركك تمشي وليس عليك خطيئة كما قال الله صلى الله عليه وسلم اذا كانت لو كانت شوية حمة بس اصابوك شوية سخنية نبي اقول لك ما تتركك هذه الحمة الا وانت تمشي وليس 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 او بك خطيئة تخيل بالا ما مرض مثلا زي ما الحالك بتقول ما يؤس منه او مرض مزمن او ما شابه دي كلها يعني خير وعطايا من المولى ومنح منح في صورة محن فيعني عايزين دير السلح نبي نقولها للجماعة اللي هم دايما بيتنمروا او بيستهزئوا وبعدين النهاردة يعني يحمد الله على العافية اخي ده النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا اذا رأيت اذا رأيت مصابا لا تشمت فيه انما بتقول ايه الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى بي غيري هو ده هدي النبي النبي قولك لما تشوف واحد مصاب او واحد مريض او واحد عنده كورونا او كذا او كذا النبي قولك انت تسأل المولى سبحانه وتعالى المعافاة وتقول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى بي غير مش تتنمر به وتستهزى به لأن هذه دائرة قد تدور وقد تأتي عليك فلا نتحمل أوزار وبعدين ربنا بيحذر بيقول يا أيها الذين آمنوا آمنوا يا مؤمنين يا مسلمين يا موحدين اللي تعرفوا ربنا بلاش تستهتروا ببعض بلاش تستهزأوا ببعض بلاش تسخروا من بعض خاصة في الأمراض ومثل هذه الأمور الله يقول لا يسخر قوم من قوم لا يسخر ربنا بيحرم السخرية سبحانه وتعالى وده تحريم من الملك سبحانه وتعالى فنحذر ونخلي بلنا جماعة لأن كل كلمة محسوبة علينا وكل استهزاء وكل سخرية وأي كلمة سواء كلمة طيبة أو كلمة سيئة هي محسوبة علينا عند الله سبحانه وتعالى واحتسأل عنها أمام الله سبحانه وتعالى وشفاك الله أفاك أخ أحمد وأبشر إن شاء الله برحمة من الله ورضوان واصبر واحتسب وإذا خاطبك السفيه فلا تجبه إذا خاطبك السفيه فلا تجبه يخاطب السفيه بكل قبح فأكره أن أكون له مجيبة يزداد سفاهة فأزداد له حلما كعود زاده الإحراق طيبة خليك زي عود البخور كده كل ما بيحترق بينشوا الريحة أكتر وجمال أكتر في المكان كون أنت أخي أحمد جزاكم الله يتعال خير واشتفاكم الله وعفاكم يبقى جماعة سيدنا بوهرار بقول أوصاني خليلي بصيام سلاسة أيام من كل شهر وبركعتين الضحى يا جماعة وأن أوتر قبل أن أنام طيب يا جماعة طب عايزين نعرف وقت صلاة الضحى وقت صلاة الضحى بيمتد معاك زي من الفقهاء بقولوا ارتفاع الشمس قدر رمح يعني بالبلد كده أو بكل بساطة لما بعد طروع الشمس بتلت ساعة تقريبا يبدأ معاك وقت صلاة الضحى ينتهي إمتى؟ ينتهي عند الزوال يعني عند الزوال حينما تصل السماء إلى كبد السماء عن في وقت الظهر يبا ما بعد طروع الشمس بتلت ساعة لغاية أو لحد وقت الظهر كل هذا وقت تصلي فيه الضحى إن شاء الله طيب أنا أصلي الضحى عم الشيخ عشان أخذ الصواب الجميل ده واربط نفسي بربي سبحانه وتعالى وكون سبب نجاة وأخذ بوسية سيدنا الله صلى الله عليه وسلم اللي هو أوصى فيها سيدنا أبو هريرة تبنى عن نفس وعن طلع تلتمو ستين صدقة من خلال صلاة الضحى عن طلحهم في سورة إيه؟ كم ركعة؟ ركعتين أربعة أكثر أقل بص يا جماعة أقل لعدد لصلاة الضحى ركعتين زي ما نبقى في الحديث ويجزي من ذلك ركعتين الضحى ركعتين وأكثرها قيلة ثمانية وقيلة إثنى عشر ياما تمر ركعات ياما اثناشر وقيلة في بعض الأراء الفقهية لا حد لأكثره يعني الموضوع مفتوح معاك لكن إحنا بنقول على الأقل صلى ركعتين أو أربعة ركعات ضحى ونختم بقى في صلاة الضحى بالحديث الجميل ده ربونا سبحانه وتعالى يكون في حديث القدسي قال رب العزي سبحانه وتعالى عبدي اركع إلي في أول النهار أربع ركعات يعني ركعات الضحى أكفك آخرة الله أكبر اركع لربك سبحانه وتعالى أربع ركعات أكفك آخرة تفضل طول النهار في حفظ الله وفي رعاية الله وفي آمان الله وإن شاء الله لا يصبك مكروه ولا سوء أنت وأولادك إن شاء الله ده بالنسبة جماعة باختصار شديد لصلاة الضحى لو دخلنا على سبب تاني يربطك يربط الأرض بالسماء ويجعلنا دائما في معية الله جماعة صلاة جميلة جدا اسمها صلاة الحاجة صلاة الحاجة ايه صلاة الحاجة دي قبل منقولها صلاة الحاجة احنا فعلا في حاجة الى صلاة الحاجة نحن في حاجة الى صلاة الحاجة طيب يبن نحن في حاجة الى صلاة الحاجة صلاة الحاجة باختصار شديد يا جماعة عشان الوقت بتاعنا انك انت لما بتريد شيء من المولى سبحانه وتعالى عايز اي شيء عايز اي حاجة عايز اي معونة من المولى سبحانه وتعالى زي ما النبي علمنا في الحديث ان احنا بنتوضأ نسبغ الوضوء كما قال صلى الله عليه وسلم ثم نصلي لله تعالى ركعتين بنية قضاء الحاجة انت رايح مشوار انت تريد ربنا يعني يصيبك خير من هذا الامر كذا كذا هذه كلها حاجات يعني انت تريد مثلا ولد انت تريد ان يشفيك الله انت تريد ان يشفي الله اباك او امك او اي شيء كلها زي حاجات نبي علمك ان انت تقصد المولى سبحانه وتعالى وتتوضأ تسبغ الوضوء ثم تصلي ركعتين ثم تدعو بما شئت فان الله سبحانه وتعالى يستجيب لك عاجلا يعني زي ما نبي قال في الحديث مؤخرا معجلا او مؤخرا او معجلا او معجلا او مؤخرا ياما في الحال ياما برضو ربنا سبحانه وتعالى يستجيب لك حتى لو ايه لو بعد حين فيه جماعة سبب ثالث يربطنا بيربط الارض بالسماء ويجعلك في معيه الله سبحانه وتعالى صلاة الاستخارة جماعة صلاة الاستخارة دي من السنن الجميلة اللي وردت عن سنة الله سلم دي بتعلمنا دائما احنا مع الله في امورنا في كل الامور انت تريد امر انت تريد شيء ليس امامك الا الله سبحانه وتعالى اول باب تترك بن عليه الله سبحانه وتعالى سب test العباد بعد ذلك. باب الله سبحانه وتعالى ايه اللي هو صلاة الاستخارة. تخش تصلرك عتين استخارة. سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله ارضاه بيقول ايه كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الامور كما يعلمنا السورة من القرآن. النبي كان بيعلمهم انهم يستخيروا ربنا سبحانه وتعالى. فكان يقول لهم ايه صلى الله عليه وسلم فاذا هممت بامر لو انت عايز محتار تعمل ايه محتار تخطب البنت ولا ما تخطبهاش محتار تروح المشوار الفلان ولا ما تروحش محتار اه تعمل اه مشروع دو ولا ما انت محتار تعمل ايه يبب تلجأ الى الله سبحانه وتعالى فنبي يقول لك كبه فاذا هممت بامر فقل اه فتوضع وصلي ركعتين ثم قل اللهم اني استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك فانك تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام القيوب. اللهم ان كنت تعلم ان هذا الامر وتسمي الامر بتاعك اه الخطوبة او اي مصلحة اللهم ان كنت تعلم ان هذا الامر كذا كذا فيه خير لي فيه عاجل امر واجله فيسره لي وقدره لي وان كنت تعلم ان هذا الامر وتسميه برضو الامر اللي انت فيه ده وتسميه فتقول اللهم اصرفه عني كنت تعلم ان فيه شر فاصرفه عني واصرفه واصرفنا عنه ثم ارضني بالخير حيث كنت يا رب العالمين. وباختصار الشيطة يا جماعة لو مش هنقدر بنحفظ الصيغة المهم نقول يعني مش شرط لو انت مش تقدر تحفظ الصيغة الطويلة ده ايه الجميلة يبقى انت اقول ايه 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 قول ايه زكر يأتي على لسانك بس اقولوا انت لاجئ ومتوكل على نعتزر أحباتنا الكرام عن عطل فني حدث لكن نقدر الله ما شاء فعل وإن شاء الله نعيدكم إن شاء الله في لقاءات سابقة نتكلم باستفادة لكن نختم بقى في دقيقة إن شاء الله في لقاءات قديمة نختم بقى مع حضرتكم صحيحة الاستخارة جماعة أنت إلقى ربنا سبحانه وتعالى استخير وصلي ركعتين خلي قلبك مع الله سبحانه وتعالى قول أي صيغة تقدر تقولها أن ربنا يوفاق لما فيه الخير إن شاء الله وفي الختام أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر زنوبنا ويستر عيوبنا وأن يتقبل منا جميعا وأن يرزقنا الإخلاص آمين 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 وصلى الله وسلم وبرك على سيدنا محمد جزاكم الله تعالى خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته